يشارف الأسبوع الأول منذ إعلان تشكيل مجلس القيادة الرئاسي على الانقضاء دون أن يقسم أعضاؤه اليمين الدستورية أو حتى يعقدوا أول اجتماعاتهم رئيس وسبعة أعضاء هذا هو قوام المجلس الذي شكلته السعودية والإمارات لقيادة حلفائها لهدف واضح ومحدد في إعلان نقل صلاحيات الرئيس هادي للمجلس المهمة تتلخص في إجراء مفاوضات سلام مع ميليشي الحوثي للتوصل لهدنة دائمة والتوافق على إدارة البلاد تنتهي ولاية مجلس القيادة الرئاسي وفقاً للحل السياسي الشامل وإقرار السلام الكامل في كافة أنحاء الجمهورية والذي يتضمن تهديد المرحلة الانتقالية ومطلبتها أسبوع من لقاءات المجاملة بهدف إظهار الانسجام بين كافة أعضاء المجلس مع استمرار غياب الرئيس هادي عن المشهد وتراجع دول الأحزاب السياسية ومجلسي النواب والشورى المنقسمين في الأصل بخطاب لم يضع النقاط على الحروف ظهر رئيس المجلس رشد العليمي محاولاً التعبير بكلمات خجولة عن جوهر المشكلة وسقف المجلس الذي يرأسه متحدثاً عن السلام وهو يفتقد أدواته على الأرض لم تتوقف من إشرفة عن قرع طبور الحرب واستهداف محافظة مأرب ورفع سقف مطالبها غير أهبهة لتصريحات مجلس الرياض الرئاسي ما زالت الأطراف في معسكر الرياضي وأبوظبي محتفظة بتشكيلتها الأمنية والعسكرية خارج إطار وزارتي الدفاع والأمن وتدين بالولاء لأمرأي الحرب ذاتهم الذي صار عدد منهم في رأس السلطة حين يكثر الحديث عن السلام يصبح منطق الحرب والسائد وحين تتم طباخة حلول من خارج الجغرافيا تسقط أمام امتحان التاريخ